بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين سؤال ما حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدا طبعا هذه المسألة ليست من النوازل ما مع النوازل هي المسائل الجديدة التي لم يتكلم فيها السابقون ولكن بعد شيوع الفتنة صارت نازلة والنازلة ما هي وجود شيوخ جهال يفتون بغير علم أو أهل هوى وبدعة حتى وإن كان دو علم حكم قضاء الصلوات المتروكة عمدا واجب لا خلاف فيه عند الأئمة الأربعة قال لكن هناك قول عند أحمد يقول إنه كافر هذا القول الضعيف لكن داود الظاهري يقول إنها لا تقضى من داود الظاهري داود الظاهري لا يحتج بخلافه لا يعتد بخلافه السلف من قديم الزمان قالوا لا عبرة بخلاف داود وحتى نفس ابن القيم وليس من السلف ابن القيم يعني لكن هناك المسألة الحساسية لذلك أذكر ابن القيم يقول لو وقف دارا على الفقهاء لم يدخل الظاهرية لأن الظاهرية ليسوا فقهاء أصلا الفقه هو القياس قضاء الصلوات المتروكة عمدا ما هو الوهابي يقول لا تقضى تعرف ليش يا أخي لا يقول لك لا نكفروك الإخوة قال لك أنت كافر وبالله التوفيق وانت الأمر لذلك ليش يعني بطلت كل أعمالك وشعيرك ودينك بطلت دينك كله فيقول لا تقضى هكذا هذا هو السبب بس الشيخ فلان الفلاني قال كذا وكذا الشيخ فلان الفلاني معروف بالشذوذ كذا باتوا من أولها إلى آخرها شذوذ في الشذوذ لكن الإعلام قال عنه فقه العصر يقول إن شاء الله فقه المغرب العشاء لا يقدم ولا يوخر إيش فقه العصر العبرة به كلام أهل العلم من أصحاب المصنفات الأدلة الشرعية المرعية كلها على وجوب القضاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول فدين الله حق وأن يقضى النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها قال هذا أنه نام عنها ونسيها بس إذا تركها قصدا لا يقضيها سبحان الله إذا الناسي والنائم يقضى والعامد لا يقضى قال لأنه هكذا ظاهري يعمل كما يشاء ظاهري لا يا أخي هذا الفقه العجيب الغريب الذي يسعى إلى إراحة الناس دون النظر للعواقب ما هي العواقب؟ العواقب أنه بنى هذا الكلام على قول يكفر تارك الصلاة وهذه مشكلة حقيقية يعني هذا القول طبعا الحنابل عندهم قولان والإمام محمد روي عنه القولان يعني الحقيقة هناك عدد من الأحكام الدينية النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بالشرك وصفها بالكفر وكذا يعني اكتابنا رسالة أندونيسية وفصلنا هذا كتفصيلة يعني في عدة أشياء النبي عليه الصلاة والسلام وصف فاعلها بالكفر حتى في القرآن الكريم فمن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كقول النبي عليه الصلاة والنساء يكفرنا يعني كفرنا العشير في عدة معاصي وصفتها الشريعة بأنها كفر فتمسك بها الخوارج فصارت فتنة كبيرة جدا لماذا؟ لأنهم لم يعيدوها إلى محكم القرآن الصلوات المتروكة عمدا يجب قضاؤها مع الإثم الشديد لتركها عمدا يقول تنتمت السؤال هل يوجد قول للإمام أبي حنيفة قول بعدم وجود القضاء إذا كان به مشقة لا يوجد قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذا إذا كان به مشقة كلمة مشقة كلمة واسعة هذه حتى الأداء يسقط بالمشقة في بعض الحالات ليس القضاء فإياكم من هذا اللعب والتلبيس الذي يلقيه بعض شيوخ العصر والمغرب والعشاء وإلى آخره إذا كان به مشقة كلمة مشقة كلمة واسعة جدا هذه ما هو أحيانا يسقط عنك كلمة التوحيد للمشقة في أعظم منها تسقط عنك للمشقة لأنه ماذا سيقتلونك بسبب هذا فيبقى ساكتا وتكون ناجين عند الله سبحانه وتعالى لكن إن طقت بها وقتلوك تكون شهيدا فقد تسقط الأحكام الصيام يسقط بالمشقة الصلاة يعني تنزل من إلى درجة أدنى بالمشقة كنت تستطيع أن تصلي قائما ألا نصلي قاعدا لا تستطيع قاعدا فالصلاة من الأشياء التي لا نعلم أنها سقطة مع القدرة عليها يعني هي الوحيدة من الأحكام الدينية التي لم تسقط إلا اللهم إذا تعذرت كيف تعذرت يعني لا يمكن لا يوجد طهارة الفاقد الماء مكبل مقيد محدث حدث أكبر ومكبل ومقيد هذا هنا يعني مشكلة كبيرة جدا هذه مثلا في مثل هذه الحالات حتى الأداء نفسه ما يقول يسقط إنما يؤجل إلى يعني أن يأتي اليسر فأسترك الصلاة عمدا من أعظم الكبائر يجب قضاء جميع الفوائد يا أخي طيب دعي السنان لله يعني أهون تركك للسنة أهون من ترك الفريضة دعي السنان مع أوقات فراغك المهم أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأن تناون أن تؤدي حقوقه سيجبرها عنك سبحانه وتعالى نعم لكن تسقط لا لا يسقط عند أهل الفقه المعتبرين عند السواد الأعظم من علماء المسلمين لا يسقط وهناك أقوال شاذة لا عبرة بها وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين